استخدام آدات تقييم العناصر في نهاية هذا العنصر التعليمي سوف تكون قادراً على أن تدخل على تقييم الموارد أن تقيم الموارد التعليمية بآدات تقييم العناصر أن تضيف تعليقاً على تقييم موارد بعد الوصول إلى الموارد التعليمية المتاحة في منصة شمس كما تعلمت ذلك سابقاً يمكنك الوصول إلى الموارد التعليمي المرأد تقييمه كما سيظهر لك في الخطوات التالية اختر أحد الموارد كالمورد المراد تقييمه نختار زر تقييم ستظهر الشاشة التالية معلومات عامة عن معايير التقييم ومن النافذة نختار زر ابدأ التقييم ستظهر معايير التقييم الستة المعتمدة في منصة جمس حرك الفأرة لمعرفة وصف العلامة نختار زر تعليق وذلك لإضافة تعليق على معيار التقييم علماً بأنك تستطيع إضافة تعليق لكل معيار اختر ما تشاء من معايير التقييم الأخرى المتبقية وذلك بالضغط على القوائم المنسدلة بعد نهاية تقييم كل معيار من معايير التقييم الستة يتم النقر على خيار حفظ ليتم حفظ التقييم والانتقال للمعايير التالي عند الانتهاء سيتم إظهار النتيجة لتقييم المورد وللخروج نختار إغلاق من أعلى النافذة تناولنا في هذا العنصر التعليمي طريقة الدخول على تقييم الموارد وكذلك تقييم الموارد التعليمية بأداة تقييم العناصر وشرحنا كيفية إضافة تعليق على تقييم مورد اشتركوا في القناة